اسم درس قطباء المغنط التجاذب والتنافر قطب شمالي قطب جنوبي المحور التمغنط المفاهيم المغنط قطب المغنط التجاذب التنافر المحتوى قطباء المغنط التجاذب والتنافر قطب شمالي قطب جنوبي الهدف أتعرف قطبي المغناط أطبق وأوظف أرسم مغنط مشدود إلى خيط وأعين قطبيه بكتابة شينجيم مغنط موضوع على قطعة خفاف عائمة فوق ماء في إناء وأشير إلى قطبيه بكتابة شينجيم إبرة ممغنطة وأعين قطبيها بكتابة شينجيم الإجابة أكمل العبارات بما يناسب كل مغنط حر الحركة يتجه أحد قطبيه إلى الشمال ويسمى القطب ويتجه قطبه الثاني إلى ويسمى القطب الإجابة كل مغنط حر الحركة يتجه أحد قطبيه إلى الشمال ويسمى القطب الشمالي ويتجه قطبه الثاني إلى الجنوب ويسمى القطب الجنوبي أنقل الجدول وأضع العلامة موجب إذا حصل تجاذب بين القطبين وعلامة سالب إذا حصل تنافر بين القطبين قطب الإبراء الممغنطة قطب القضيب المغناطيسي يتجاذبان يتنافران شمالي 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 جنوبي جنوبي شمالي جنوبي جنوبي الإجابة قطب الإبراء الممغنطة قطب القضيب المغناطيسي يتجاذبان يتنافران شمالي شمالي يتنافران شمالي جنوبي يتجاذبان جنوبي شمالي يتجاذبان جنوبي جنوبي يتنافران أقيم تعلم الجديد قدم أحمد لأخته آمنة مغنطا غير محدد القطبين وطلب منها تعيين قطبيه بدون استعمال مغنط آخر أساعد آمنة على تحديد قطبي المغنط بكتابة الطريقة التي أقترحها عليها الإجابة لتحديد قطبي المغنط عملياً نعلق مغناطيساً بخيط مربوط بحامل تعليقاً حراً من منتصفه أو نمسك طرف الخيط الحر بيدنا القطب الذي يتجه نحو الشمال يسمى القطب الشمالي بينما يسمى القطب الذي يتجه نحو الجنوب بالقطب الجنوبي أقرأ النص التالي وأعيد كتابته بعد إصلاح الأخطاء الواردة به إن مقدار القوة التي يؤثر بها مغنط على جسم حديدي يتوقف على عديد العوامل منها كلما كبرت المسافة التي تفصل بين المغنط وبين الجسم كلما كبرت القوة المؤثرة المادة التي صنع منها المغنط وحجمه ليس لهما تأثير على قوة المغنط الإجابة إن مقدار القوة التي يؤثر بها مغنط على جسم حديدي يتوقف على عديد العوامل منها كلما كبرت المسافة التي تفصل بين المغنط وبين الجسم كلما قلت القوة المؤثرة المادة التي صنع منها المغنط وحجمه لهما تأثير في قوة المغنط تعلمodzi النظر شكرا